رحب بكم أعظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وحلقة النهاردة بعنوان الشيخ الوهابي وليد السعيدان يفصق شيخ الأزهر احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت اختلاف أهل السنة مع الأشعارة في العقيدة واللي هي بتعتبر العمود الفقد لأي الدين وشفنا الشيخ عثمان الخميس وهو بيكرر نفس كلام الشيخ البراق لله يد حقيقية وكل الصفات حقيقية بما يليق بجلال الله لله عين حقيقية وأصابة حقيقية وساق حقيقية وشفنا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول أن أبو الحسن الأشعاري نظر فرقة إسمان مشبهة هذه الفرقة هم مجموعة من غلات الحنبلة شبهوا الله بالإنسان ثم أيضا ألحقوا به أفعال الإنسان وشبهوا بالإنسان حين ينتقل ويتحرك وينزل ويصعد إلى آخره وقال إنهم ما قالوش أن الله عنده رأسه تصوروا أنه عنده عين وأدراس بس من غير رأسه ده منظر قبيح جدا وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب وقال إن المزهب الأشعاري هو المزهب اللي سات قبل أن تظهر بعض المزهب التي حاولت وتحاول أن تقول المزهب الأشعاري ده مسهب طلول ومزهب كذا اللي تمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صحب ومزهب معين أو مزاهب معين وخصوصا إن المال قوة في هذا العصر زي ما بيقول شيخ الأزهر وخلينا مع بعض نشوف الفيديو وإيه اللي جايه؟ المزاهب ده الآن مدعومة بأموال أنا لا أقول مدعومة بسلطان إنها مدعومة بأموال والمال قوة في هذا الزمن لأنه يصنع من المزاهب الضعيفة أو من المزاهب الشازة مزاهب قوية بنشرها شيخ الأزهر بيقول المزاهب ده مدعومة بأموال مش مدعومة بسلطان والمال قوة لأنه بيعمل من المزاهب الضعيفة أو الشازة مزاهب قوية وبينشرها وطبعا طالما مسهب غلاة الحنبلة الوهابية المجسمة الحلولية تملك المال فأكيد هتحاول أنها تنشر مسهبها عن طريق الإعلام وخلينا نشوف مع بعض الفيديو الجاي لشيخ الأزهر المزاهب في المزاهب الأخرى الموجودة الآن واللي هي بتشوفها في القنوات الفضائية وتشوفها أن ده حرام وده فسق وده كذا وكذا هي المزاهب التي تم في الآخر المزهب الذي ينفي الآخر هو مزهب صراع مدام صراع خلاص أصبح بأسنا بيننا وزي ما شفنا بيقول أن المشكلة في المزاهب الموجودة دلوقتي واللي بنشوفها في القنوات الفضائية بتتكلم وتقول ده حرام وده فسق وده كذا وده كذا دي المزاهب اللي بتنفي الآخر واللي بينفي الآخر ده بيكون مسهب سراع مدام سراع خلاص يبا أصبح بقى سنة بيننا والقلوات دي طول الوقت بتتكلم ان ده حرامو دفاسك طبعا شيخ مسهب غلط الحنبلة الوهابية المجسمين الحلوليين مش هيسكتوا ويفوتوها الشيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب وهيرضوا عليه خلينا نشوف مع بعض شيخ وهابي مجسم حلولي يقول الشيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب انت فاسك ونشوف مع بعض الفجر القائل الشيخ وليد السعيدين ومن القواعد أيضا من أنكر صفة من الصفات الثابتة من أنكر صفة من الصفات الثابتة إنكار تكذيب وجحود فكافر وإن كان إنكار تأويل ففاسق من أنكر صفة إنكار جحود وتكذيب فكافر وإن كان تأويلا ففاسق هذا لو سألك سائر وقال من تكلم في شيء أو جحد شيئا من صفات الله أو أنكر شيئا من صفات الله هل يكفر ولا ما يكفر تقول لا أصبر نشوف أول شيء إنكاره إن كان إنكار جحود وتكذيب للنص الذي أثبتها فقال أصلاً الله لم يقل لم يقل بل يده مبسوطة هذي من من آيات القرآن فإنكاره إنكار جحود وتكذيب لأصل النص فهذا كفر مخرج من المل وزي ما شفنا الشيخ وليت السعيدان بيقول من القواعد أيضاً من أنكر صفة من الصفات السابتة إنكار تكذيب وجحود فكافر وإن كان إنكار تأويل ففاسق ونواصل مع بعض الفيديو اللي جاي ونشوف هيقول إيه ومن القواعد أيضاً من أنكر صفة من الصفات الثابتة إنكار تكذيب وجحود فكافر وإن كان إنكار تأويل ففاسق من أنكر صفة إنكار جحود وتكذيب فكافر وإن كان تأويلا ففاسق هذا لو سألك سائر وقال من تكلم في شيء أو جحد شيئاً من صفات الله أو أنكر شيئاً من صفات الله هل يكفر ولا ما يكفر؟ تقول لا أصبر نشوف أول شيء إنكاره إن كان إنكار جحود وتكذيب للنص الذي أثبتها فقال أصلاً الله لم يقل لم يقل بل يداه مبسوطة هذه من من آيات القرآن فإنكاره إنكار جحود وتكذيب لأصل النص فهذا كافر مخرج من المل وإن قال لا أنا مؤمن بالنص ومؤمن بقول الله عز وجل ولكن اليد هنا عندي هي النعمة والخدرة فهذا إنكار جحود ولا إنكار تأويل وشبهة فإنكار التأويل والشبهة لا يجعل أهل السنة يكفرونه حتى تكشف شبهته شبهته فإذا انكشفت عنه الشبهة وأصر حين إذن عمله بمقتضى فعله وزي ما شكنا الشيخ وليدي الساعدان بيقول وإن قال أنا مؤمن بالنص ومؤمن بقول الله عز وجل ولكن اليد هنا عندي هي النعمة والخدرة فهذا إنكار تأويل وشبهة وهو فاسق ولازم كشف شبهته وطبعا الشيخ الوهابي المجسم الحلولي وليدي الساعدان بيقول إن اللي ينكر صفات الله نوعين إنه الأول إنكار جحود وتجذب للنص الذي أثبتها مثلا يقول الله لم يقل بل يده مبسوطتان دي مش آية من القرآن يبقى ده إنكاره إنكار جحود وتجذب للنص يبقى ده كافر وكفره مخرج من الملة ولكن لو قال أنا مؤمن بالنص ومؤمن بقول الله عز وجل ولكن اليد هنا عندي هي النعمة والقدرة فهذا إنكار تأويل وشبهة وفي الحالة دي يبقى فاسق ومعنى الكلام ده إن أهل السنة السادة الأشعارة فسقا وعلى رأسهم شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب فاسق لأنهم كلهم بيأولوا الصفات الخبرية لله وخلينا نفتكر مع بعض كلام شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب وتشوف الفيديو اللي جاي الإمام الأشعر مذهبه هو أنه لا يكفر أحدا من أهل الكبر بما هذه أهم سما فيه بأهم سما ودي اللي احنا محتاجينها الآن وزي ما شوفنا شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول الإمام الأشعر يمسحبه أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أهم سما ودي اللي احنا محتاجينها الآن وبرضو سمعنا شيخ الأسهر بيأكد النقطة دي وفي المقابل يؤكد أن الحنبلة هم من يكفرون الأشعر لكن شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب طبعا يعني بحنكته المعروفة وبحلمه وبعلمه رد على تطاول الوهابية غلات الحنبلة المجسمة الحلوليون من غير ما يكفرهم بشكل مباشر يعني قال اللي بتقولوه وعقيدة التشتيم اللي انتوا بتأمنوا بيها دي شرك يعني كفرهم من غير ما يكفرهم وخلينا نشوف الدكتور أحمد الطيب هو بيرد على الوهابية غلات الحنبلة المجسمة الحلوليون بكل حكمة زي ما قلنا وإلا الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يداً كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو أن إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبداً معاذ الله لم يكن هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا وزي ما شفنا شيخ الأصهر بيقول الإمام أحمد ما كانش بيؤمن أن الله له يد كأيدينا ولا أصابع ولا أظافر إلى آخر الكلام ده معاذ الله اللي بيعبد كده بيعبد جسم وإحنا عندنا عبادة الأجسام شرك قال لهم أولاً أنتوا بتجدبوا على الإمام أحمد حتى ده حتى الحنبيلة نفسهم اتبرقوا منكم وقال عنكم حاجات الشيخ الأصهر مش قادر يقولها الشيخ الأصهر قال مع أنه ما كانش قادر يقولها واللي عايز طبعاً يسمع اللي قاله الشيخ الأصهر ممكن يرجع لحلقة رقم 102 ودلوقتي أنا هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب قال أن المذاهب دي موجودة ومعاها مال واللي بنشوفها في القنوات الفضائية وبتتكلم وتقول ده حرم وده فسكو ده كذا وده كذا وده المذاهب اللي بتنفي الآخر واللي بينفي الآخر ده بيكون مسهب صراع مدام صراع خلاص أصبح بأسنة بيننا وكمان شفنا الشيخ الوهابي المجسم الحلولي وليد السعيدان قال إنكار صفات الله نوعين إنه الأول إنكار جحود وتجذيب للنص الذي أثبتها مثلاً أي حد يقول الله لم يقل بل يداه مبسوطتان دي مش آية من القرآن يبقى ده إنكار وإنكار جحود وتجذيب للنص يبقى ده كافر وكفر ومخرج من الملة لكن لو قال أنا مؤمن بالنص ومؤمن بقول الله عز وجل ولكن اليد هنا هي النعمة والقدرة فهذا إنكار تأويل وشبه وفي الحالة دي يبقى فاسق وبكده كفر شيخ الأصهر وكل الأشعار شيخ الأصهر قال إن مسهب الأشعار أهم سما فيه إنه مش بيكفر حد بس اللي يقول إن الله له يده فيها أصابع وإن الله له يد فيها أظافر أو له عينين فيها حدقة معزا الله اللي بيعابد كده يعابد جسمه إحنا عندنا عبادة الأجسام شرك بكده شيخ الأصهر كفر الوهابية غلية الحنابلة بطريقة غير مباشرة وطلعهم مشركين وتابعوني في الحلقة الجاية مع مفاجأة للشيخ من الشيوخ الوهابية والتقب يكون في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر